قالت مصادر رسمية إن إسرائيل وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا وذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر ترحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة هذا وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها مصر وقطر وواشنطن في الأسبوع القليل الماضية على نهج تدريجي لإطلاق صراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاءا بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة